أَفَلَا يَتَذَبَّرُونَ الْقُرْآنِ أَمْ عَلَى قُلُوبِ الْأَقْفَالُمَا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين رضوان الله تعالى علينا وعليهم أجمعين ثم أما بعد مزلنا في سورة الإنسان ووصلنا إلى قول الله تعالى وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا إذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا هذه الآية أولا من هو المخاطب في هذه الآية أهل التفسير على قولين قول يقول أن المراد به والمخاطب هو النبي صلى الله عليه وسلم والخطاب له ومنهم من قال لا إنما الخطاب جاء لكل من يسمع هذا الخطاب فيكون مخاطبا على غير تعيين أنه من دخلت جنة فسيرى ما ذكره الله سبحانه وتعالى وقال وإذا رأيت ونلاحظ أن القرآن هنا يعني أعاد لفظ رأيت مرتين وكلما تعاد لفظة أكثر من مرة يعني يعلم منها أنه المذكور الأول غير المذكور الثاني كما ورد في قصة سيدنا يوسف قال إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم ليساجدين فجاءت رأيت مرتين كذلك هنا قال إذا رأيت قال ثم رأيت قالوا الرؤية الأولى أنه رؤية إدراك أنك رأيت فنظرت في الجنة قال ثم رأيت قال هذه للتفريق بين رؤية الدنيا ورؤية الآخرة لأنه الرؤية في الدنيا قد تدخل مكانا فتنظر إلى مكان أو إلى جهة معينة فترى فيها نعمة وترى فيها من الحبرة والسرور وعظائم الأمور ولكنك إذا التفت إلى مكان آخر ربما لا ترى نفس ذلك الجمال أو ذلك الترتيب الذي رأيته أول مرة لكن في الجنة أنك إذا رأيت فكنت في الجنة جعلنا الله من أهلها جميعا ثم انتقلت بنظرك إلى أي مكان آخر في الجنة فلن ترى إلا النعيم والملك الكبير وهذا الرؤية في تكرارها إنما يراد منها يعني رؤية كل مكان تلتفت إليه وتتوق النفس أن تلتفت إليه فإنك لا تختلف عليك النعمة أينما وليت ببصرك وأينما توجهت ببصرك وهنا الرؤية يعني تختلف عن النظر لأن الإنسان قد ينظر ولا يرى كما تقول العرب يعني نظرت إلى القمر ولم أره فالنظر هو توجه الآلة إلى الشيء أما الرؤية هو تحقق أو إيجاد ما ينطبع في الذهن فيراه الإنسان كما ذكر ذلك الإمام المناوي أيضا في كلامه عن الفرق بين الرؤية وبين النظر فإذا تحقق ذلك الإدراك سمي بصرا فإن فرح بذلك بتلك الرؤية سمي إيناسا قال إذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا هذه الرؤية التي يعني ذكرها الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان ولأهل المقربين ولأهل الجنة من الأبرار أنه لا يفارقها لا تفارق تلك النظرة النعيم أو لا يفارقها النعيم أينما توجهت قال نعيما والنعيم هنا كل ما يتنعم به الإنسان يسمى نعيما سواء كان في طعام أو شراب أو ملبس أو رؤية أو منظر أو زوجة أو أي شيء مما يتنعم به الإنسان فكل ذلك نعيما روى الإمام ابن كثير فيما أخرجه الإمام الطبراني بسند ضعيف ولكن يعني على ما يتعلق في هذه الآية أن رجلا من الحبشة جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي عليه الصلاة والسلام سل واستفهم كأنه يريد أن يسأل النبي سؤالا فقال يا رسول الله فضلكم الله علينا بالألوان والصور وفضلك بالنبوة فإن آمنت بك أكون معك في الجنة فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده إن بياض الأسود في الجنة ليرى على مسيرة ألف عام هذه الوجوه وإن كانت ألوانها مختلفة ولكن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله كان له أحد عند الله سبحانه وتعالى ومن قال سبحان الله كان له مئة ألف حسنة و أربع وعشرون ألف حسنة فقال الرجل وكيف نهلك يا رسول الله بعد هذا الخير الكثير كيف نهلك فقال إن الرجل ليأتي بأعمال لو وضعت على جبال لأثقلتها لكثرة الأعمال كثرة الأعمال الكثيرة التي جعلها الله سبحانه وتعالى من فضله فبارك في مضاعفة يعني الأجور قال فتأتي النعم فتستهلك تلك الأجور إلا لمن أراد الله له الخير ونحن قد ذكرنا قاعدة مهمة عند أهل السنة يعني من أدخله الله الجنة فبفضله ومن أدخله النار فبعدله قال فعند ذاك شهق ذلك الرجل ومات قال ورأينا الراوي يقول ورأيته رسول الله صلى الله عليه وسلم يدليه في حفرته وفي رواية أخرى عند الإمام القرطبي يعني يذكر فيها يقول إن الله أوقف هذا العبد وقال والله لأبيضن وجهك ولأرضينك في الجنة تتخذ فيها ما تشاء فهذا مما ذكره والحديث نعم فيه ضعف ولكن قال أنه هذا من باب الرؤية والنعيم الذي يراه العبد في الجنة قال نعيما وملكا كبيرا والملك العرب كانت يعني تعرف من ملوكها في اليمن وكانت تتخذ عادات معينة في تعامل تعامل مع ملوكها وقد ذكر ذلك القفال الشاشي في تفسيره قال إن العرب كانوا إذا ذهبوا إلى يعني ملوك اليمن قال حجلوا حول بيوتهم بأهازيج يدورون حول قصر الملك والملك يكون في شرفة له ينظر إليهم قال ثم ينزل الملك يمد يده ثم يقبلون يده قال وهذا هو ما كانت تعرف العرب من الطواف حول الكعبة ومن تقبيل الحجر الأسود هو يمين الله في الأرض والمسألة هذه ذكرها الإمام القفال الشاشي وهذه العادات العرب يعني في قضية تصور الملك الذي كانوا يعرفونه من ملوك اليمن كما ذكر حسان بن ثابت أنه كان نديما للنعمان قال فكنت معه في قبة قد ضربت له قال ثم جاء شاعر أبو أمامة اللي هو النابغة يقول فأخذ يدور حول القبة ويرتجز بأراجيس فقال النعمان قال لعله أبو أمامة فقال نعم قال فأدخله فهكذا هذا النعيم والملك الذي كانوا العرب يتعاملون به مع ملوكهم جعل الله سبحانه وتعالى أنه ستكونون أنتم في ملك أعظم من ملوك الدنيا التي كنتم تعيشون فيها فيكون عندكم النعيم والملك الكبير والكبير هنا يعني مثل العظيم ولكن الكبير يستعمل في معاني للمعنوية أكثر والعظيم يعني يستعمل في الماديات أكثر في أصل اللغة أقصد ثم قد يستعمل العظيم بدل الكبير في مواطن معينة إذا أريد بها بيان مكانة ما غصف به سواء كان كبيرا أو عظيما فكل وصف وكل لفظة لها معنى خاص يرتبط بالسياق الذي أتت به قال وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا ومن هذا الملك الكبير الذي أعطاهم الله سبحانه وتعالى وسيذكر شيئا من هذا الملك الكبير الذي أعطاهم قال عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق عاليهم وقرئت عليهم وقرئت عليهم وقرئت عاليتهم وكل قراءة لها توجيه سنتكلم عن توجيه هذه القراءات قال يعني من قال عاليهم أي أنه كما يكون كما وردنا ابن عباس قال يلبسون أفاخر الثياب ولكن الذي عادت نحن حتى في الدنيا عندما نلبس ثيابا فنجعل أجمل الثياب الذي يعلو على غيره من الثياب فيكون هذا الثوب هو الذي يعلو على غيره من الثياب فقال عاليهم أن يعلو عليهم الثياب الفاخرة التي تكون من سندس خضر واستبرق ومنهم من قال عاليهم إنما هي على السرر وعلى الأرائك الموجودة فيكون عليهم على هذا المعنى أي أنه تكون على السرر وعلى الأرائك والحجال هي يعلوها هذه الثياب الفاخرة التي تكون ضواهر للأسرة التي هم عليها أو يكون ما يعلو على الأرائك ونحن قلنا الأرائك هي حجلة عليها قبة فيعلو تلك القبة هذه الثياب السندس الخضر والاستبرق ومنهم من قال عاليتهم أي أنه يعني يلبسونها فيلبسون هذه الثياب وتظهر عليهم ويكون عاليتهم على يعني الإشارة إلى الملابس أنفسها أنها هي التي تعلو عليهم وتظهر في حسنها عليهم ومنهم من قال على أن عاليهم إنما المراد هو الذي يلبسه الولدان فعلى القراءات يكون ثلاث قراءات المراد فيها هم أهل الجنة وقراءة يكون المراد منها هو الولدان المخلدون الذين هم يلبسون هذه الثياب وترك الكلام عن ماذا يلبس الأبرار والمقربون لعظم ما يلبسون لأنه كما قلنا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر والثياب يعني هو ما يلبسه الإنسان ويرجع به على جسده من ثاب الشيء إذا رجع فكأنه يلتف على الجسد ويكون على أجسادهم قال عاليهم ثياب سندس خضر السندس هو نوع من الحرير ويعني السندس هو الاستبرق كلاهما حرير ولكن أحدهما يكون رقيق والذي هو السندس والاستبرق يكون خيطه رقيق أيضا ولكنه نسجه غليظ فيكون فيه شيء من الخشون ولكل يعني نوع من هذه الثياب ملبسه وله رونقه وجماله وقيل السندس أصله يعني ليس عربي وإنما جئ بالهند يعني هو من ثياب الهند وقيل أول من جئ إليه بهذه الثياب هو الإسكندر وقال له أنه قال مسمها قال سندون قال فسماه سندوس لكما ذكر ذلك ابن عشور قال لأن الإغريق كانوا يحبون أن يجعلون هناك سين في نهاية كلامهم فلما عربه العرب سموه سندوس على هذا المعنى فهو أصله سندون في لغة الهند نعم قال عليهم ثياب سندس خضر قال والظاهر أنه غالب ما كان يأتي إلى بلاد العرب هو اللون الأخضر منه أو ربما يكون هو لونه أخضر ومنه ما قال على أنه ربما هو يعني الصوف الرقيق ذو الشعر الطويل من المرعزي أو المرعز كما نسميه عندنا حتى في العراق نعم قالوا وغالب ما جاء منه أو ما يكون منه اللون الأخضر لأنه أشعار العرب في الجاهلية كانت تصف السندس بالأخضر قالوا وخص اللون الأخضر بالذكر قال لأن الأسود يعني لون فيه ظلمة وفيه يعني مؤلم للعين واللون الأبيض قال أيضا فيه تشتيت للبصر قالوا أما الخضار ففيه شيء من المجانسة أو المواءمة للعين ويريح النفس فسمي السندس باللون الأخضر على هذا المعنى ولذلك أغلب ما جاء في وصف الجنة جاء الوصف باللون الأخضر على هذا المعنى أنه ثياب من سندس خضر واستبرق وقرئت يعني حقيقة خضر واستبرق بخمس قراءات بالتنوين ومن غير التنوين وبالكسر وغير ذلك من القراءات الكثيرة التي جاءت في خضر واستبرق منها من السبعة ومنها ما كان هو من الشواذ قال خضر واستبرق والاستبرق قيل أصله استبره وقيل استقره أيضا وقيل هو ليس بعربي في أصله قال استقره على معنى الغليظ كما ذكر ذلك الجوهري وذكر ذلك أيضا الراغب الأصفهاني وقيل هو أيضا فارسي كما ذكر ذلك القتبي قال والاستبرق قال من نسج الفرس كما ذكر ذلك القتبي يعني بقتيبة وقيل أنه يعني يسمونه استقره على هذا المعنى والعرب عربت اللفظة وقالت استبرق على هذا المعنى ومنهم من حمله على أنه من البريق للمعانه ولصفاء نسجه فيسمى استبرق على هذا المعنى ثم ثم ذكر الله سبحان تعالى بعد أن ذكر ما يعلو على سرتهم وما يعلو على خدمهم وما يعلو عليهم من أنواع الثياب التي يلبسونها حتى منهم من ذهب قال عليهم قد يكون ما يوضع على الأكتاف أو يوضع على الصدر من الأشياء التي قد تكون لا تلبس ولكنها توضع للزينة كما يفعل كثير من الناس عندما يضعون بعض الأقمش الثمينة الغالية من باب التزين ومن باب المباهات بالثياب الجميل الحسن على هذا المعنى فكل المعنى هذا كله مقبول على معنى عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق نعم قال وحلوا أساور من ذهب حلوا أساور من ذهب ما قال يعني أنه يلبسون يعني ثم قال يلبسون ثياب ثياب خضر وهنا قال حلوا ما قال يحلون أو يحلون أنفسهم إنما جاءت وحلوا على ما لم يسمى فاعله هنا قالوا يعني فيها أقوال القول الأول قالوا على أنه هنا الحلية التي تكون عليهم هي من الله سبحانه وتعالى كأنه الثياب الثياب لأن ثياب أهل الدنيا تكون إما ثياب تستر أو ثياب تنعم لأنه الفقير يلبس الثياب ثياب الستر ليستر نفسه أما المترفين من أهل الدنيا فعندهم لباسان لباس التستر ولباس التنعم والترفه قال أما الحلية فإنهم يجدون أنفسهم محلين على هذا الحال دون أن أن يكون لهم دور في تلك الحلية التي تكون لديهم لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل لهم هذه الحلية إما عن طريق الملائكة وإما عن طريق على أنهم يستيقظون فيجودون أنفسهم قد حلوا هذه الأساورة من فضة ونلاحظ أنه هنا في هذه السورة ذكر الثياب ثم ذكر الحلية ونلاحظ في سورة أخرى ذكر أنه يعني أنه يحلون ثم يلبسون قالوا يعني كيف قدم اللباس على الحلية هنا وأخرى اللباس عن الحلية هناك طبيعي هنا المراد بيان الملك الكبير فبيّن تأسيس تلك الحلي لأن لا يمكن أن يلبس الإنسان الحلي قبل أن يلبس ثيابه لأن سيكون يعني متعارف عليه أنه يلبس الثياب ثم يأتي بالحلية ليكمل تلك الزينة الكاملة في نفسه لكن هنا لما كان الكلام عن النعيم والملك الكبير فأراد الله تأسيس ذلك المعنى فبيّن على أنه أول شيء يلبسون الثياب ويكون الثياب تكون السندس والاستبرق كما قلنا على أسرتهم وعلى حجالهم وعلى غلمانهم وعلى أولادهم وهم أيضا يتحلون بالثياب الجميلة ثم بعد ذلك تأتي الحلي الأخرى كالأساور وما يكون منها من غيرها من أنواع الحلي سواء كانت للمرأة ستكون القلائد والجواهر والأقراط وكل ما تلبسه المرأة والأطواق أما الرجال فأنهم الحلية تكون على طريق الأساور على من ذهب إلى هذا من أهل التفسير قالوا أيضا قضية أنه في السورة الثانية إنما ذكر الحلي قبل الثياب يعني ذكر الحلي قبل الثياب قال لأنه هناك ما كان التفصيل في الملك الكبير فذكر الحلي قبل الثياب ذهب البورسوي وذهب كذلك من قبله الإمام الرازي قال إنما الثياب كأنه ما استحقوه بعملهم في الدنيا فجاءت الثياب على ما فعلوه من الدنيا وإن كان ليس للعبد استحقاق عند الله سبحانه وتعالى بشيء لأنه دخول الجنة يكون بالرحمة لكن الله سبحانه وتعالى لا ينقص ولا يريدكم أعمالكم فلا ينقص عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى ولذلك جعل الثياب مقابل ما فعلوه في الدنيا من طاعات ثم جاءت الحلي من الله سبحانه وتعالى هذا باب الفضل وفضل الله أعظم هنا ربما يسأل سائل فيقول أنه يعني جاءت هنا الحلي للرجال يعني الحلي للرجال أو للنساء من هو المقصود قال لا يمنع أنه يكون الحلي للرجال وللنساء فإن العرب في الدنيا كانوا لا يعرفون أن الرجال يلسون أساور إلا الملوك الملوك كان عندهم أساور وكانوا يتباهون بها وكلما غلظ سوار الملك ورسع بالجواهر دل على عظم ملكه ويعني قصة سواري كسرى الذين يعني وعد النبي عليه الصلاة والسلام بهما سراقة وأخذهما في خلافة عمر رضي الله عنهم جميعا فكانت العرب تعرف أن الملوك هي التي تلبس الأساور ولكن الله سبحانه وتعالى جعل الأساور هذه لهم في الدنيا على النعيم والملك العظيم فكأنكم ملوك في الجنة كما كنتم ترون ملوك الدنيا يلبسون هذه الأساور نأتي إلى مسألة أنه هل الرجال يلبسون أيضا حلي وأساور وغير ذلك نعم طبيعا الرجال أيضا يلبسون فالبعض قال كيف يعني يلبسون الأساور والزينة لا تريق على الرجال بهذه الطريقة إنما جازت على الملوك لبيان هيبة السلطان والملك أما للناس يعني كيف يكون هذا قال أهل التفسير قالوا أنه الرجال في الجنة كما ورد في الحديث أنهم جرد مرد يعني تكون أبشارهم وشعورهم وأشكالهم وجلودهم غير التي كانت في الدنيا فيكون عليهم من النعيم ومن الرقة ومن الرفق ومن اللطف ما لا يتخيله إنسان لذلك لو لبسوا مثل هذه الأساور ولبسوا بعض الزينة التي وعدهم الله بها لا تخالف ولن تغير من أشكالهم إلى القبح بينما هي إلى الحسن أكثر ولذلك جعل الله لهم هذه الأساور منهم من المفسرين قال لا إنما الأساور هي فقط للنساء وإنما ذكرت هنا في هذا السياق لمعرفة أو لإنصلاف الذهن أن الأساور إذا ذكرت لا لا يتصور منها إلا للنساء إذن هنا عندنا قولان قول يقول أن الأساور للرجال والنساء ونقول يقول لا إنما الأساور هي فقط للنساء هذا هذه مسألة المسألة الأخرى أيضا التي ذكرت في هذا الباب أنه كلمة الأساور هنا جاءت أساور من فضة وجاءت في آية أخرى أساور من ذهب وجاءت في آية أخرى جاءت أن الأساور من لؤلؤ ولباسهم فيها حرير قالوا أنه هنا جاءت الأساور من فضة وفي مكان أساور من لؤلؤ من ذهب وفي مكان أساور في آية أساور من لؤلؤ وذهب وفضة قالوا إما هذا يكون على أمور فالأمر الأول قال لعله ذلك يكون بحسب تفاضل الأعمال نحن قلنا أنه حتى السقية في الجنة والمسج بين شراب الجنة إنما يتوقف على درجات العمل فالأبرار يشربون بطريقة والمقربون يشربونها صرفا ولذلك كلما ارتفع وارتقى عمل الإنسان كلما كانت الزين عنده بحالة أعلى فقالوا على أن الأساور هنا من فضة على حال والأساور قد تكون من ذهب لحال معين وأساور تكون من لؤلؤ على حال أخرى ومنهم من قال على أنه إنما يلبس المؤمن في الجنة سوارين من فضة وإثنان من ذهب وإثنان من لؤلؤ حتى تغطي السوار يكون في الجنة قال حتى يغطي مكان الوضوء لأنه كما ورد في حديث الإمام مسلم كما أخرجه الإمام مسلم أن حلية المؤمن في الجنة على قدر وضوئه فهذه الأماكن التي كان يتوضأ بها المؤمن كانت تمتلئ بهذه الأسورة وسنتكلم عن الأسورة إن شاء الله والتفصيل فيها في الدرس القادم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها من أقفالها من أقفالها